نفتح معكم هذه النافذة لتحليل تطورات المشهد ونرحب بضعيفنا هنا في الستوديو الدكتور سفيان أبو زايدة الوزير الفلسطيني السابق والقيادي مساء نور معالي الوزير كأننا في المنطقة على فوهة بركان تأهب تعزيزات إعادة انتشار وتمسك إيراني بحق الرد كذلك من حزب الله كيف تقرأ هذا المشهد داخل إسرائيل كيف يتابعون هذه المسألات يعني ولا أنه لا شك كلهم يأخذون هذه التهديدات محمل الجد لا أحد يتحدث أن إيران قد تتراجع ولا ترد على اغتيال إسماعيل هنية في طهران ولا أحد يتحدث أن حزب الله قد يتراجع ويستجيب للضغوطات ويستجيب لمداءات ولا يرد على اغتيال الحاجم حسن في الضاحية هذا أمر مفهوم ولكن في إسرائيل حازم حتى الآن ليس لديهم تقدير إذا كان الهجوم سيكون بشكل متزامن من حزب الله ومن إيران وربما يلتحق بآخرين ولا موعد كذلك الآن حسب التقديرات الإسرائيل ليس هناك موعد الموعد في كل لحظة ممكن أن يكون ممكن أن يكون غدا ممكن أن يكون هذه الليلة ممكن أن يكون الليلة غد ولكن هناك الكثير من الحديث حول ربما يكون أولاً حزب الله هو الذي يهاجم وبعد ذلك تلتحق إيران أنا لا أعرف أنا شخصياً أميل إلى أن يكون متزامن متزامن بين الحزب البعض يقول أن الحزب سيبدأ وفق تقديرات أيضاً إسرائيلة ثم تنظم إيران وبعض القوى الأخرى هذه التقديرات أنا شخصياً تقديري أن يكون بشكل متزامن هذا أولاً ثانياً ربما في الأيام الأخيرة كان الكثير من المواطنين الإسرائيليين ومن السياسيين ومن بعض القيادات السياسية يقولون لماذا ننتظر إذا كنا متأكدين أن حزب الله سيهاجم وأن إيران ستهاجم لماذا ننتظر الهجوم؟ لماذا لا نبادر نحن؟ ضرب استباقية ولكن اليوم انتقل هذا الحوار إلى داخل المؤسسة العسكرية وفقاً للتقرير القناة 13 قبل قليل أن في الاجتماع مع القيادة العسكرية كان هناك رأيين في رأي يقول أننا طالما متأكدين أن حزب الله سيهاجم علينا أن نبادر بهجوم استباقي ضد حزب الله ليس ضد إيران ضد حزب الله ولكن الرأي الآخر هو الذي كان ساعداً وهو الذي تم تبنياً يجب أن لا نهاجم الآن ولكن في تقديري إذا كانوا إذا عرفوا ساعة الصفر وأنه بعد دقائق سيتم إطلاق مئات الصواريخ من لبنان من الجنوب أو من لبنان باتجاه أهداف إسرائيلية لا أعتقد أن إسرائيل ستنتظر وصول هذه الصواريخ بل أنها ربما تهاجم ولكن الانتظار هو سيد الموقف حتى بالنسبة للإسرائيلية وأنت تتحدث إلينا الآن مرسلنا في إسرائيل يتحدث عن سرب كبير من المسيرات تم إطلاقها من جنوب لبنان صافرات الإنذار تدوي باستمرار حتى هذه اللحظات في الجليل الأعلى إذن نتحدث عن استمرار التصعيد وإرسال المسيرات الانقضاضية من قبل حزب الله كل ذلك لا يعني أن الحزب قد رد بالفعل على عملية اغتيال حجم هذا جزء من التكتيك وقد يكون هذا بداية هذه المسيرات قد تكون بداية إطلاق الصواريخ 50 صاروخ كاتيوشا أمس في الليل فجرا أيضا هذا كان ربما اختبارا لمنظومة الدفاع الجوية الإسرائيلية وربما كان تمهيدا بمعنى لاحظنا منذ عملية الاغتيال في الضاحية والعمليات الاشتباك متواصلة ربما زادت أكثر مما كانت عليه قبل عملية الاغتيال ولكن الانتظار هو الرد القاسي الذي توعد به حزب الله وتوعد به الأمين العام ولكن على ما يبدو دكتور من خلال المتابعات إسرائيل حتى بعد عمليتي الاغتيال تحاول تسويق الأمر وكأنها ضحية تنتظر رد وهجوم كاسح من قبل الحزب وإيران تشكيل تحالف دولي للدفاع عنها كما كان الأمر في السابع من أكتوبر تعود الرواية الإسرائيلية وتحضر مرة أخرى يعني أنا وجد نظري أن مصلحة إسرائيل أن يكون الرد متزامن وأن يكون الرد ليس فقط من لبنان وليس فقط من إيران يكون من اليمن ويكون من كل الجبهات هكذا إسرائيل بالفعل تلعب دور الضحية أن هناك هجوما منظما من كل التحالف إيران في المنطقة ضد إسرائيل وبالتالي يزيد من التعاطف الدولي والتضامن الدولي معها أكثر مما هو موجود وتنسى إسرائيل أن نتنياه هو الذي يستدرج الحرب المستهرة والمشاعة لذلك الرد ربما فقط من حزب الله في البداية وبعد ذلك تلتحق إيران ربما يكون لمصلحة حزب الله ولمصلحة إيران أكثر مما يكون ردا جماعيا يعني ربما يكون أيضا غير فاعل بمعنى أنا وجد نظري أن الرد الموجة حتى ليس من إيران الرد الموجة سيكون فقط من حزب الله لماذا تقول ذلك؟ لأن الجغرافيا القرب المسافة عندما تطلق صاروخ من إيران من أقرب منطقة من إيران سيصل بعد 12 دقيقة 15 دقيقة عندما تطلق مصيرة تصل بعد ساعتين ثلاثة ولكن عندما يطلق صاروخ من جنوب لبنان ويستغرق تواني أو دقيقة لكي يصل إلى هدفه في إسرائيل وبالتالي من الصعب إذا كانت أعداد كبيرة من الصواريخ وهذا هو المتوقع أنه إذا أراد حزب الله أن يبدأ المعركة سيبدأها بإطلاق كثيف من الصواريخ لأهداف محددة وبالتالي الأدى سيكون من حزب الله أكثر من حزب الله يعني عامل أنه مؤذي لإسرائيل بسبب القرب على الحدود مباشرة مع إسرائيل ولكن سلاح الصواريخ هذا السلاح الاستراتيجي الذي اعتمدت عليه حركة حماس في السابع من أكتوبر وفي حروب سابقة اليوم يتم الحديث عنه والإشارة إليه في حزب الله هل هو سلاح ناجع باعتقادك في ظل منظومات دفاع جوي إسرائيلية أمريكية بريطانية فرنسية في المنطقة أم الحاجة من الحزب كما أشار الأمين العام حسن نصر الله في خطابه الأخير تحدث أن الرد سيكون خارج الحسابات وخارج السياقات العسكرية يعني أولا من الصعب المقارنة بين إمكانيات حماس والجهاد وإمكانيات المقاومة في غزة الصاروخية وبين إمكانيات حزب الله الفرق كبير ليس فقط من حيث العدد من حيث الدقة من حيث الجودة الفرق من حيث الأبعاد القوة التدميرية والمدنة لا ليس هناك وجه شبه بين الحالة هل سيتم التركيز فقط على سلاح الصواريخ أم سيتم استهداف شخصيات إسرائيلية كما يتم التلويع نحن لا نستطيع أن نقدر ما تخفي المقاومة ويخفي حزب الله ولكن التقديرات أن قوة حزب الله هي في القوة الصاروخية التي يملكها ربما كان الحديث في السابق عن أن قد يفاجئ حزب الله ويشن هجوما معاكسا ويحتل الجليل ربما هذا كان قبل السابع من أكتوبر الأمر كان ممكن لكن بعد السابع من أكتوبر نص الجيش الإسرائيلي موجود في الشمال يعني ليس عنصر المباغة في هذا الأمر فقد هو فقد غير موجود وبالتالي إذا كانت إسرائيل لديها تفوق بسلاح الجو ولديها الدفاعات الجوية المتنوعة هذه هي سر قوة إسرائيل فإن سر قوة حزب الله أيضا هو بالإمكانيات الصاروخية التي يمتلكها والتي لم يجربها حتى الآن بالمناسبة يعني لم تجرب إسرائيل تقول أن حزب الله يمتلك على الأقل 150 ألف صاروخ على الأقل وأن لديه إمكانية كل يوم أن يطلق ألف صاروخ على الأقل وأن هذه الصواريخ ستمتع بالدقة نعم هذه هي القوة لا أرى أن هناك إمكانيات أخرى المسيرات أيضا هي سلاح جديد دخل على الخارج حتى لا نترك غزة وحدها وأيضا الضفة الغربية في دقيقة كيف يمكن أن نصف المشهد المتصاعد أيضا المقاومة مستمرة في قطاع غزة هناك عدد كبير من الشهداء والمجازر لا تزال حاضرة أيضا اقتحان مدينة جنين شمال الضفة الغربية اقتحان مدينة جنين أعتقد له علاقة بخطوة كقطوة وقائية مع اقتراب كلما اقتربت مرحلة المواجهة بين إيران وحزب الله من ناحية وبين إسرائيل كلما زاد الضغط على الضفة الغربية لأنهم يخشون أن ينفجر الوضع أيضا في الضفة الغربية ويكون هناك عمليات وبالتالي نرى تصعيدا إسرائيليا في الضفة الغربية أما في غزة فأن للأسف الشديد القصف مستمر القتل مستمر التدمير مستمر إجبار الناس على المزوح مستمر وهذا المشهد أعتقد سيزيد في أثناء المواجهة أشكرك جزيل الشكر سنبقى في متابعة معك لنأتمنى حربا بكل تأكيد لكن السياقات تقول ذلك أشكرك جزيل الشكر معالي الوزير الدكتور سفيان أبو زايد القيادي الفلسطيني الوزير السابق شكرا جزيلا شكرا